بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي التعليم المستمر أهلا وحياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث كما يظهر على الشاشة أمامكم هذا هو عنوان درسنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق هذا الدرس يا حبتي هو آخر دروس هذا الفصل الدراسي الثالث من هذا الكتاب هذا كتابنا كتاب لغتي للصف الأول التعليم المستمر وكما يظهر على الشاشة أمامكم هذا هو الدرس يقع في أسفل وآخر دروس هذا الفصل الدراسي في آخر كذلك دروس الوحدة السادسة التي هي بعنوان آداب التعامل إذن الوحدة السادسة آداب التعامل تعاملنا وكيف يكون تعاملنا ومعاملاتنا مع الآخرين من حيث الصدق من حيث إن كان هذا الشخص الذي أمامي كبيرا أو من حيث كذلك الصبر والعفو والتسامح وعدم الغضب كل هذه يا حبتي قدعتنا هو من في ذلك كما مر علينا في الدروس الماضية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي يا حبتي صورة المجموعة وننتقل بارك الله فيكم إلى الصفحة الرئيسية لدرسنا لهذا اليوم الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي الثالث صفحة 320 ومن يستخدم منكم بارك الله فيكم الكتاب الرقمي بإمكانه يا حبتي مسح الرمز الظاهر على الشاشة للوصول إلى الدرس إذن درسنا اليوم يا حبتي هو الدرس الثالث عنوانه الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون يا حبتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشهر ألقابه قبل أن يكون وقبل أن يبعث بالنبوة هو ماذا؟ أحسنتم الصادق الأمين كانوا يلقب بهذا اللقب الصادق الأمين وكذلك عندما صعد أمام القريش وقال لهم أرأيتم إن أخبرتكم أن هناك جيسا سيأتيكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط يا محمد إذن اشتهر بصدقه صلى الله عليه وسلم إذن درسنا يا حبتي عنوانه الصادق الأمين هيا بنا يا حبتي نتعرف أولا سريعا على صور وصفحات الدرس وهذا النص الكرائي إذن يا حبتي هذه الصفحة الأولى 320 يظهر أمامنا هذه الصورة التي يظهر فيها هذا الفتى وأمامه ربما هذه نافذة ونلاحظ أن هناك كسرا وتهشما في زجاجها حسنا وهناك كذلك مجموعة من الجمل في هذه الصفحة ثم إذا انتقلنا إلى الصفحة التالية نلاحظ أن هذا الفتى يمسك كرة في إحدى يديه وكأنه يتكلم مع هذا الشخص الذي هو تظهر عليه ملامح الغضب وكأنه كذلك يتوجه بالكلام تجاه هذا الطفل كذلك يا حبتي لدينا هذه المجموعة من الجمل التي تفسر هذه الصورة سنتعرف عليها بعد قليل وإذا انتقلنا إلى الصفحة الثالثة والأخيرة لهذا النص الكرائي نلاحظ بارك الله فيكم أن الغضب الذي كان في الصفحة السابقة وكذلك الارتباك ربما أو الرهبة التي كانت على محيط طفل قد زالت وتحولت إلى ابتسامة كذلك يمكننا نلاحظ أن الرجل ماذا فعل هنا اقترب من الطفل ورتب على كتفه وابتسم وكذلك ملامحه قد تغيرت وكذلك ملامح الطفل وكذلك يا حبتي لدينا هنا مجموعة من الجمل ولدينا هنا حديث نبوي كما هو منولا باللون الأزرق وكما مر علينا في الدرسين الماضيين إذن يا حبتي يا ترى ما هي القصة القصة يا حبتي سنتعرف عليها بعد قليل أريدكم الآن بارك الله فيكم أن تستمعوا إلى القصة وتفهموها ثم بعد ذلك سأعود إلى القراءة المعكزة كما تعلمنا وكما تعودنا على هذه الطريقة خلال الفصلين الحالي والماضي هيا بنا يا حبتي بارك الله فيكم نعود إلى الصفحة الأولى والرئيسية لدرسنا ونصنا القرائي ونقرأ وسأقرأ لكم الآن يا حبتي هذه القصة ركزوا معي بارك الله فيكم الدرس الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق اجتمع الأولاد ليلعبوا بالكرة وفي أثناء اللعب رمى خالد الكرة فكسرت زجاج نافذة الجيرا كما يظهر يا حبتي على الصورة إمامكم إذن هذا الفتى ما اسمه؟ أحسنتم اسمه خالد خاف الأولاد وهربوا إلا خالدا لاحظوا إلا التي مرت علينا في الدرس الماضي خاف الأولاد وهربوا إلا خالدا لاحظوا خالدا هنا الحركة هنا تغيرت من الضمة إلى الفتحة لأنها وقعت بعد إلا وهربوا إلا خالدا بقي واقفا مكانه إذن خاف الأولاد وهربوا إلا خالد بقي واقف مكانه وهنا يا أحبتي خرج صاحب المنزل غاضبا متوعدا لاحظوا هنا قلت غاضبا وهنا قلت متوعدا رغم أن الحركة هي نفسها تنوين الفتح ولكن هنا لأنني يجب أن أصل هذه الكلمة بالتي بعدها فيجب أن أنطق التنوين فأقول غاضبا متوعدا هنا في نهاية كلامي أنطق صوت الألف متوعدا مرة أخرى خرج صاحب المنزل غاضبا متوعدا وقف أمام خالد وسأله لاحظوا هنا تنوين جديد مرة علينا تنوين الضم خالد وكذلك تنوين الفتح خالدا وهنا تنوين الكسر خالد وقف أمام خالد وسأله من كسر زجاجا نافذة لاحظوا هنا أنا أتقمص شخصية هذا الشخص الغاضب فتلاحظون من نبرة صوتي وأنتم لم تروا وجهي أنني غاضب لاحظوا وقف أمام خالد وسأله من كسر زجاجا نافذة؟ خالد أنا كسرته فقد رميت الكرة عاليا فكسرت الزجاجة دون قصد مني لاحظوا هنا أنني أتقم شخصية خالد الذي يظهر هنا أنه مرتب قليلا أو أنه ارتهب من غضب الرجل ولكن صدقه لم يمنعه من أن يقول أي كذب فقال أنا كسرته فقد رميت الكرة عاليا فكسرت الزجاجة دون قصد مني وهنا يا حبتي ننتقل إلى الصفحة الأخيرة صاحب المنزل أنت كسرته وتعترف بذلك نلاحظ هذه العلامة علامة استفهام يسأله وكذلك يتعجب أنه كسر واعترف ولم يهرب مع من هربوا مرة أخرى صاحب المنزل أنت كسرته وتعترف بذلك تلاحظوا من نورة صوتي السؤال والتعجب والدهشة خالد نعم يا عم لاحظوا هنا احترام الكبير نعم يا عم لقد علمني أبي لاحظوا الأب ودوره في التربية لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ابتسم الرجل وقال لقد عفوت عنك لصدقك يا بني بارك الله فيك إذا حبتي بارك الله فيكم لاحظوا كيف أننا قرأنا هذه القصة وتعرفنا على أبرز المهارات في التحدث وفي القراءة عندما نمر على دهشة كيف نبدأ اندهاشنا عندما نكون غاضبين كيف تتغيير نبرز الصوت كذلك عندما نكون مرتبكين أو فريحين كل هذا يا حبتي مررنا عليه قبل قليل ومررنا على بعض الأحداث مثل إلا وبعض الأحداث الأخرى نعود يا حبتي إلى الصفحة الرئيسية سوف نكرر خلف المعلم الصفحة الرئيسية فقط لهذا النص الكرائي في هذا الدرس هيا بارك الله فيكم هذه الصفحة الرئيسية والأولى لهذا النص الكرائي أريدكم بارك الله فيكم أن ترددوا خلفي هيا اجتمع الأولاد ليلعبوا بالكرة احسنتم وفي أثناء اللعب رمى خالد الكرة فكسرت تجاج نافذة الجيران مرة أخرى رمى خالد الكرة فكسرت زجاج نافذة الجيران خاف الأولاد وهربوا إلا خالدًا بقي واقفًا مكانه حسنتم يا حبتي الآن يا حبتي الدور عندكم لقراءة هذا الجزء من هذا النص الكرائي هيا يا حبتي دقيقة واحدة ستكون كافية بمشيعة الله لقراءة هذا الجزء من صفحة 320 ثم سأعود بعد ذلك لقراءة هذا الجزء والغتام هذا الدرس شكرا لكم هيا يا حبتي دقيقة ثم نعود أحبتي بارك الله فيكم هيا نتعرف على القراءة الصحيحة لهذه الصفحة ثم نختم درسنا فهيا بنا الدرس الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق اجتمع الأولاد ليلعبوا بالكرة وفي أثناء اللعب رمى خالد الكرة فكسرت زجاجنا في ذات الجيران خاف الأولاد وهربوا إلا خالدا بقي واقفا مكانه سنتوقف هنا يا حبتي وفي الدرس القادم سوف نكمل بمشيئة الله كراءة بقية هذا النص شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله